زلك الإمام علي لما قالوا له الإنسان كيف يعرفه الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرى أنا عايز مقياس كده تقول له عليه قال له مقاييس كل مؤمن مع ذاته هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر؟ لا مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته طب إزاي؟ قال له إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا واحد دخل لأنه يجيب لك هدية وواحد دخل عليك عشان هيأخذ منك معونه قال اتنين فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر من من أعطاك فإن أنت من أهل الآخرى لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب فإن كنت محبة للآخرى تنبسط منه وإن كنت بتحب يديه لأنه تنبسط من اللي يديه لأنه ده حيزود إن انت بتحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر